اشتركوا في القناة الموافق السابع والعشرين من ابريل من العام الفين واثنين وعشرين وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية الوساطة المالية وبامكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة الذي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدئ فقرة التحليل الفني نذكر باهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة على الدولار الاسترالي تصدر في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهو مؤشر اسعار المستهلكين ومن ثم في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة سوف يكون لدينا بيان مؤثر على اليورو وهو خطاب سيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الاوروبي ومن ثم سوف يكون لدينا على الدولار الامريكي في تمام الساعة الخامسة مساءا خبر مؤثر وهو مؤشر مبيعات المنازل المعلقة وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا سوف يصدر لدينا تقرير مخزون النفط الامريكي الخام وتختتم البيانات في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة بخطاب آخر للسيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الاوروبي إذن أخواني لعزان نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الامريكي ومثل ما توقعنا وذكرنا في التحليل السابق مؤشر الدولار الامريكي لا يزال يزخر بالإيجابية والذي يستمدها بالعديد من النقاط الإيجابية التي تحدثنا عنها سابقا وحتى اللحظة نشاهد أن مؤشر الدولار الامريكي يقترب من هدفه الأول الماثل عن مستوى المائة واثنين فاصلة خمسمائة ونشاهد هناك تشبعات شرائية على مؤشر التذبذوب الستوكستيك والذي من شأنها أن نشاهد خلال الساعات القادمة حركة تصحيحية لمؤشر الدولار الامريكي قد نشاهد بعض من التراجعات والذي على إثرها قد نشاهد الأسواق المالية تتنفس مجددا وتعطينا حركة تصحيحية وهذا ما سوف يتم شرحه خلال الفقرة القادمة إذن أخواني العزاء إذا نجحت الأسعار بالثبات أعلى مستوى المائة وواحد فاصلة أربعمائة لا يزال يصنف التراجع الذي قد يحدث كتصحيحات لا أقل ولا أكثر ونتوقع أن نشاهد انطلاق قادمة لمؤشر الدولار الامريكي ولكن لن نشاهد هذه الانطلاقة والقوة والغطرسة لقوة الدولار إلا إذا نجح باختراق مستوى المائة واثنين فاصلة خمسمائة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد أن زوج اليورو دولار يتعرل في الضغوط بيعية باستمرارية التداولات دون مستوى الواحد فاصلة صفر سبعة ألف واستمرارية التداولات دون المناطق المذكورة سوف يؤدي إلى هبوط الأسعار سوى بمستويات الواحد فاصلة صفر حمسة ألف كهدف منتظر على الشورت تيرم ولكن قد نشاهد مع تراجع وتصحيح مؤشر الدولار الأمريكي بعض من الصعود للزوج والتصحيحات الذي قد تعيد اختبار المتوسط المتحرك وثبات الأسعار أدنى مستوى الواحد فاصلة صفر سبعة ألف لا يزال يضع سيناريو المرجح على الشورت تيرم هو السلبي الهابط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونشاهد أن زوج الباون دولار حتى اللحظة يقترب من منطقها مجدا وهي مستوى الواحد فاصلة ستة وعشرون ألف والذي إذا نجح بكسرها وتأكيد هذا الكسر بناء على قاعدة السلوك السعري قد نشاهد امتداد مكاسب الدولار الأمريكي وزيارة مستويات الواحد فاصل خمسة وعشرون ألف وواحد فاصل أربع وعشرون ألف خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية النظرة السلبية للزوج هو ثبات الأسعار دون مستوى الواحد فاصلة سبعة وعشرون ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون ونلاحظ أن زوج الباون ديان ولليوم الثالث على التوالي يتصدر الين الياباني محطما الأرقام القياسية وإذا نجحت الأسعار بتأكيد كسر مستوى الـ 160.500 قد نشاهد امتداد لمكاسب الين الياباني مقابل الجنيه الاسترليني والذي قد يهوي بالأسعار نحو مستويات 157.500 قد نشاهد مستوى الـ 155.500 كأهداف قصيرة المدى ويشترط لاستمرارية السيناريو السلبي وثبات الأسعار أدنى مستوى 162.500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي وينجح الدولار الأمريكي بافتراس الدولار الاسترالي ومحو المكاسب الذي حققها خلال الجلسات السابقة وحتى اللحظة ثبات الأسعار دون المتوسط المتحرك ودون مستوى 0.72.200 يقود الأسعار لمزيد من الخسائر وزيارة مستوى 0.70.000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الـ ين الياباني وبالرغم من قوة الـ ين الياباني إلا أن الدولار الأمريكي لا يزال يقاتل منذ فترات سابقة واليوم الثالث على التوالي ويقف بالقرب من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 127 والذي إذا نجحت الأسعار بالارتداد منها وتكوين نموذج ارتداد صاعد والثبات أعلى 127 قد نشاهد إنهاء التصحيحات وعودة قوة الدولار الأمريكي مجددا واستهداف مستوى 130 على المدى المتوسط أما كسر مستوى 127 والتداول دونها قد يؤدي إلى استهداف مستويات تصل إلى مستوى 125 وقد نشاهد مستويات المئة وأربعة وعشرون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ونشاهد أخواني العزاء أن الزوج هو الآخر لا يزال يتداول في ظل المسار الإيجابي الذي قد تحدثنا عنه خلال التداولات السابقة وثبات الأسعار أعلى مستوى 14.70 لا يزال يضع السيناريو المرجح على الشورت تيرم هو الإيجابي الصاعد الذي ينتظر هدفه الرئيسي بالقرب من مستوى 15 ليرة للدولار الواحد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وتنهار أمال البيتكوين وحتى اللحظة يقترب من منطقة هامة جدا وهي مستوى 38 ألف دولار والذي إذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 38 ألف دولار بناء على قاعدة السلوك السعري قد تتلاشى أحلام عودة البيتكوين وقد نشاهد موجة صحيحية هابطة عميقة على المدى المتوسط قد تصل لمستويات 33 ألف دولار ولن يستطيع البيتكوين العودة مجددا لمحو الخسائر إلا إذا نجح باجتياز مستوى 41 ألف دولار إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل الريبل وهو الآخر يتجرع المزيد من الخسائر واستمرار التداولات دون مستوى 70 سنت ودون المتوسط المتحرك قد تقود الأسعار لمزيد من الخسائر صوب مستوى 60 سنت وخمسة وخمسون سنت إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وهناك العديد من التساؤلات حول الذهب هل هو للشراء حاليا لا يمكن الجزم لشراء الذهب حتى اللحظة طوالما هو يتداول في ظل ضغوط بيعية وحتى اللحظة استمرارية التداولات الذهب دون مستوى 1920 دولار للأنصة الواحدة ودون المتوسط المتحرك لا تزال تضع السيناريو الشراء والسيناريو الإيجابي قيد الانتظار وحتى اللحظة السيناريو المهيم على التداولات للذهب هو السلبي الهابط الذي قد يقود الأسعار إلى مستوى 1875 دولار للأنصة الواحدة وبفضل الله تعالى وبإذن الله تعالى إذا اتضح لنا فرصة شرائية أو بيعية للذهب سوف نزودكم بها من خلال خدمة البرودكاست المجانية ويمكنكم الاشتراك بها من خلال التراسل على رقم الواتس أب المرفق في صندوق الوصف وفي التعليقات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام ينجح باعتلاء المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والثبات أعلى مستوى المئات دولار للبرميل الواحد وكنا قد نشرنا توصية شرائية للنفط الخام مساء يوم الأمس ومن خلالها لا تزال الصفقة مفتوحة وبإذن الله تعالى بثبات الأسعار أعلى مستوى المئة الدولار للبرميل الواحد قد نشاهد امتداد للمكاسب صوب مستويات المئة وأربعة دولار ومئة وأحداش دولار خلال المدى المتوسط وشرط استمرارية النظرة الإيجابية هو الحفاظ على الأسعار أعلى مستوى المئة الدولار للبرميل الواحد إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الفضة وهي الأخرى تتجرع الضغوط البيعي واستمراري تداولات الفضة دون مستوى 24 دولار قد تقود الفضة لبالخسائر صوب مستوى 23 دولار و22 دولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد أن الغاز الطبيعي يحاول بناء مراكز شرائية على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وإذا نجحت أسعار الغاز الطبيعي ببناء مراكز شرائية على مستوى 7 دولار قد نشاهد امتداد للأرباح صوب مستوى 7.5 و8 دولار للغاز الطبيعي وكنا قد نشرنا أيضا توصية على البرودكاست صباح الأمس لشراء الغاز الطبيعي وحتى اللحظة لا نزال نتمسك بالتوصية بالرغم من أنها ذات مخاطرة عالية مثل ما نواهنا بسبب التقلبات الحاصلة بسبب الحرب القائمة ما بين روسيا وأوكرانيا والآثار الذي أدت إلى ظهورها على أسواق النفط والغاز إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي وهو الآخر يتجرع مرار السلبية وحتى اللحظة نشاهد الداو جونز يقترب من منطقة هامة وهي مستوى 33.2 والذي إذا نجح بكسرها سوف نشاهد امتداد لخسائر الداو جونز صوب مستويات 32.600 وقد نشاهد مستوى 32.000 ولن يستطيع الداو جونز التحرر من هذه الضغوط البيعية إلا إذا نجحها بالعودة مجددا أعلى مستوى 34.000 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورز SP500 وهو الآخر لا يزال يتداول تحت الضغوط البيعية وثبات الأسعار دون المتوسط المتحرك ودون مستوى 4.250 قد يقود الأسعار لمزيد من السلبية واستهداف مستوى 4.104 على المدى المتوسط إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني وهو الآخر مثل ما تحدثنا بثباته دون مستوى 14.300 يقترب من تحقيق الهدف الأول الماثل أن مستوى 13.500 واستمرارية تداولات الداكس بهذا الشكل سوف يؤدي إلى المزيد من التراجعات وقد نشاهد مستويات 12.800 على المدى المتوسط إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر كاك الفرنسي ونلاحظ أن المؤشر هو الآخر يفشل بإغلاق الفجوة السعرية ولا يزال يتعرض لضغوط بيعية يتجراحها من خلال استمرارية تداولات دون المتوسط المتحرك واستمرارية الأسعار دون مستوى 6.580 قد يقود مؤشر الكاك إلى مستويات 6.300 و 6.100 على المدى المتوسط إذن أخواني لعزان ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك ونلاحظ أخواني لعزان أن مؤشر النازدك هو الآخر لا يزال يتجرع المزيد من السلبية واستمرارية تداولات النازدك دون مستوى 13.455 قد يقود الأسعار إلى المزيد من السلبية صوب مستويات 12.412 خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية السيناريو السلبي هو ثبات الأسعار دون مستوى 14.000 إذن أخواني لعزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليوم أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر